خليني أروح لسعيد مصر الجميل يعني السعيد الجميل نروح لسهاج ولسه الواحد فاكر الحقيقة يعني هذا اليوم البديع اللي كان فيه افتتاح لسهاج الجديدة والمشاريع والناس والبهجة اللي كانت موجودة وفاكرين مقدمتي في الأول وأنا بقول لكم البهجة طاقة والطاقة لما بتبقى موجودة عند ناس عندهم بهجة حقيقية عندهم احساس انه فيه اهتمام بالمحافظة بتاعتهم وبالقرى اللي بيتم يعني تطويرها بشكل كبير بتبقى عدوى صحيح احنا انا مش من السعيد ولكن لمجرد ان انت تتابع وتحس ان السعيد ده جزء منك وانت جزء منه وتبقى سعيد انه فيه مكان بيتم تطويره بالشكل ده الاسبوع اللي فات في هذه الاحتفالية الكبيرة العظيمة زي ما كان فيه تطوير لأماكن كان فيه كمان في الاحتفالية تكريم لعناصر ورموز موجودة وكان الحقيقة يعني يكرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اثناء الفعاليات واثناء زيارته لمحافظة سهاج عدة اسماء ورموز بالمحافظة كان من بينهم جابر رفاعي ابن محافظة سهاج حكاية جابر ايه حكاية جابر انه هو شهير بعنتر يعني بباسم عنتر ده اسمه والحقيقة يعني حكايته ايه زي ما انتوا شايفين التكريم ووجوده هنا والسيد الرئيس بيكرمه انه وهب مجهوده وماله للمرضى بتوصلهم يعني مجانا بسيارته يعني كان لما يعرف انه في حد مريض او ناس مريضة انه يعني على طول ياخد المرضى بسيارته ويوصلهم للمستشفيات ويبقى واخد بالوينهم ان هم تمام دخلوا ويرجعهم فطبعا ده مجهود يعني مجهود انساني مجهود بيه وعي مجهود انه انا مع اهلي وناسي مجهود بانه انا اقدر اساعد المريض واساعد الناس بشكل كبير وطبعا يعني دايما هتلاقوا الانطباع واضح كمان على يعني وجه السيد الرئيس بانه سعيد بهذه التجربة سعيد بالقصة لان هي قصة انسانية خليني اعرف كمان تفاصيل اكتر من السيد جابر رفاعي مساء الخير يا عم جابر ألو ألو مساء الخير مساء الجمال يعني الحقيقة قصتك يعني هي هي قصة انسانية ومش غريبة عن المصريين والسعيدة بقى والشهامة والجدعانة فاقولي الحكاية كده بدأت معاك ازاي مساء الجمال الرحيم اولا جابر رفاعي محن ربك الخصة بفضل جدا جدا يعني بصراحة الخصة يعني حاجة انسانية وحاجة انا ساعد بيها ومفتخر بيها حاجة حلوة جدا يعني عاجبانة جدا الصراحة طب يعني انت بقى عم جابر معروف في المنطقة بتاعتك انت منين في سهاج بالزبط انا من محافظة نفسها من محافظة فانت معروف في المنطقة بتاعتك انه مثلا حد تعبان يكلمك عم جابر ونبي تعالى خدنا ودينا المستشفى يعني بقت معروفة عنك الحكاية دي المنطقة وخارج المنطقة كمان يعني جميع ملاك الصهاج الحمد لله معاها ارقام تليفوناتي اي كلموك بس في التليفون فانت على طول تساعده بيكون حضر على طول مباشرة وبقالك قد ايه بتعمل الحكاية دي تقريبا سنة وتمان شهور اه وانت على طول يعني بتساعد الناس طول الوقت يوميا اللهم الاخر الحمد والشكر يوميا اه 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 انا شايف عربيتك اهي على الشاشة ومكتوب عليها توصيل مرضى معهد الاورام مجانا انت يعني عاملها زي كده زي حاجة مجانية صدقة حلوة جارية حاجة الوجه الليه كده جميلة يعني بالضبط انا عامل الحاجة دي ويعني بالبلد كده صيب ربنا اتصرف فيها اه براحته ازاي براحته يعني حسبها صدقة لينا تمام حسبها صدقة لوالدي ووالدتي واهل بيتي تمام خلالي الاخرى تمام اي حاجة اتصرف فيها ربنا ارد بيها طبعا تبقولي صدقة ربنا يعني الحاجة بتعيد عليها في الدنيا وانا حاش ان فيه مغزول ليه في الاخرى انا شايفة سورة والدتك الكريمة معاك في الاحتفال بصدر وانت وهي بتتصوره وهي يعني مبهورة بابنها الانسان المحترم ده حاجة جميلة برضو والله انا ولن في خرج والدتي جدا جدا هي المشكة عني هي اللي كل يوم قبل الكوازل كل يوم اروح تقول لي وصلت كم واحدة من هاردة مريض اه هي نفسها تقولك اه لما قلها وصلت مثلا اثنين او ثلاثة تقول لي لا زود زود تقول لك زود طب انا هقولك حاجة انت كمان اكيد يعني بتشتغل على العربية بتاعتك صح بالضبط يعني هي كمان مصدر رزقك واكل عيشك بالضبط يعني ما بتقولش او حد يقولك يا عم ده انت كده اليوم حيوقف عليك بخسارة انت كده كده ضيعت وقتك يا عم اعملها مرة في الاسبوع اعملها مرة للمقربين انت عارف الناس كتير الحقيقة يعني بتقول بيقولو لك الكلام ده يعني كتير جدا بيقول لي كده لكن انت ردك الناس كتير بتوكم معايا يعني تستغرب اولا ويبصد من هو التواصيل مكاني اعم بيقول لي انت انت مش مش طبيعي انت فيك حاجة مش انسان طبيعي انت مش فيك حاجة لان بالفعل فيه ناس وانعزو بالله بتتاجر بالمرضى بتتاجر بهم وتمهم المستشفيات اللي مرحمة ربي هي بدأت معاك ازاي مثلا يعني في البلد كده التواصيل بعشرة جنيه لا يعني تاخد عشرين طبعا صحيح طب قولي هي بدأت معاك ازاي يعني هل انت وصلت حد في البداية وحسيت انه ناس محتاجة والناس معهاش التوصيلة فقررت ان انت تعمل ده يعني بدأت ازاي معاك بدأت معايا والد رحمة الله عليه كان بيغسل كلا فكنت تشوفوا الناس الناس اللي جاية من القرى او مراكز جنبنا بتعاني من الواصلات بالتكلفة عليهم تمام فانا حبيت اساعد مع الناس دي الاول جات لبسكرة للمرضى الكناة فقط تمام حضرت بك ولما جيت في يوم الايام احتوصلت حد تبع الاوراق معطان الله وياك والجميع طبعا فعجبني الموضوع اكتر قلت قم ادخل العنصر التاني ده المرضى الاوراق تاني ادخلهم مع الكلة يبقى كلاة ومرضى اوراق ايوه تمام دي اول حاجة او تاني حاجة والديتي الله دي الصح ويبارك وعمرها يا رب دي الصح متبرع على اختي بالكلة اه ده انتو عيلة كلكو جميلة هي العيلة جميلة دي متبرع على اختي بالكلة حتى يعني حوالنا احنا من هنا يتبرع عليها رفضت يعني انت يعني والدتك السيدة الكريمة خلينا جماعة نرجع لصورة الوالدة الكريمة والدتك السيدة الكريمة دي اصلا هي كمان هي المثل الاعلى ليك شوف الست المصرية الحلوة بتعمل ايه فولدتك الكريمة اللي موجودة في الصورة دي تبرعت لأختك بالكلة فانتو عيلة يعني عيلة يعني متبرعين لأهلكم والناسكم والبلدكم حاجة جميلة والله الحمد لله الحمد لله لما عرفت بقى انه انت هتتكرم من السيد الرئيس نعم لما عرفت كده وبلغوك انه فيه تكريم انت في الاحتفال هتبقى موجود وحتستلم تكريم من السيد الرئيس والله انا حتى الان اصلا مش بستقى الموضوع بصراحة حتى الان حسن هو حلم كنت بتقول ايه للسيد الرئيس لا ده موضوع شخصي حاضرا لا يعني قضي انت كنت سعيد كنت سعيد جدا بانه رئيس الجمهورية يعني معاكم ويكررماكم كان احلى يوم في حياتي اكيد لما شوفت الرئيس صلمت عليه فخامت الرئيس يعني حاجة كبيرة جدا جدا بالنسبة لي اكيد انا ماشي بقانوني طاقتك ومعلمك وعباتك ايوة طبعا انا الحقيقة فخورة بيك والله جدا يعني عم جابر انت بتعمل حاجة انسانية وعايزة منك خدمة يعني اتوصل تحياتي للسيدة الوالدة المحترمة اللي علمتك الانسانية لان كون السيدة الوالدة الكريمة المحترمة دي اللي تبرعت لبنتها ودي الام طبعا بتعمل ده لكن واضح انه السيدة الوالدة الكريمة اللي انا شايفة صورتها اللي بشكرها وبحييها على الهوى يعني بجد ست ساعدية بمئة راجل وربت راجل بجد علشان يبقى سافير كده للانسانية كمل يا عم جابر ونتواصل معاك دايما وانت بتقدم كل الخير ان شاء الله لحد اخر يوم في عمر مكمل في المسير ان شاء الله اكيد ربنا يديك الصحة وتفضل تقدم خير وتكون مثل حلو في محافظة سهاج كلها وفي مصر كلها شفتوا بلدنا حلوة ازاي يعني بجد الناس اللي بتقلق وتشكك وحنعمل ايه ومش لقيين ومش قادرين في ناس ناسية للحاجات دي كلها في ناس عايزة بس تبقى ايجابية عايزة تساعد عايزة تنقذ عايزة تطبطب على غيرها عايزة تبقى عندها انسانية عالية عايزة يعني هو اكيد لما كان بيعمل ده ولا كان في دماغه ان في يوم من الايام حيتكرم او ان حتى حد هيقول عليه كلمة هو بيعمله بس شوفوا الاساس جاي منين من ام فاضلة ربت فاحسنت ربت فالابن طلع على الكرم والعطاء وده اللي دايما لازم نقوله والستة المصرية الحقيقة بتكتب كل يوم شهادة انسانية باسمها وباسم بلدها وباسم الانسانية كلها الحقيقة عيلة محترمة انا بنقل ليهم كل التحيات والاحترام لانه بلدنا دايما هتقدم كل حاجة حلو